بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابناء الطلاب. طلاب مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري. ان شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا على اه كونسبت نومبر تو يونت تو آآ لسون آآ آآ اللي بنكلم فيه ولاد عن اه في اللسون ده احنا كنا اتكلمنا الحصة اللي فاتت عن آآ طبعا وعيفنا ان اي بادي موف وكلمنا عن الكطار اللي دوار بتعليمة الملاهي ده وعرفنا ما هو نازل بتاعته بتكون ماكسيمم بتكون عالية جدا لحد ما يوصل للارض طبعا وبعد كده لما يوقف هيكون بتاعته بزيرو. اه اجابة السؤال بتاع الحصة اللي فاتت كان في اللي هو لما يتحرك من فوق لتحت صح طبعا اول ما ينزل اول ما يلمس الارض بتكون دي اعلى قيمة للكينيتك انرجي يا ولاد طيب وهو بتحرك لتحت هل الكينيتك انرجي بتاعته بتقل طبعا لا اكيد يبقى القولة طبعا او نمبر تو آآ رايت ونمبر تعالوا بقى نشوف بقيت اللي سن بتاع النهاردة طبعا الناس اللي سن ما عملتش سبسكرايبي للقناة بتعمل سبسكرايب عشان توصلها الفيديوهات آآ طبعا اول بااول وتقدر ان تتابع معي آآ لو نزل مراجعات او شيطات مراجعة وانتبع طبعا بصفحة على الفيسبوك الجزء اللي بعد كده في اللي سن ده كان بيتكلم على حاجة اسمها ايه الطاقة اللي موجودة في بتاعي في الفصل بتاعي او حتى في اي مكان حواليه تعالوا نشوف طبعا الانيرجي يا مستر مهمة جدا في حياتنا مستر اي حاجة في حياتنا بنستخدم لها او هي اصلا فيها ازاي مستر اللعبة اللي انت نزلت اشتريتها دي ونسيت تشتري الباتري بتاعتها مش تطلع فوق قاعد في البيت كاز علان لسه هنزل اجيب باتري صح او انت ايه اي حاجة عندنا هو محتاجة لها ايه او نيد تو يوز انرجي يعني ايه كنتين انرجي الاكل بتاعك مش الاكل دوت اكيد في انرجي بيدي لجسمك انرجي يبقى نفسي كده تعالوا نشوف بقى كده في المعمل كمان بتاع المدرسة في البيت تعالوا نشوف بقى كده تعالوا نشوف مع بعض انواع مختلفة من الانرجيس around us for example mechanical energy اللي نقدر نعتبرها اولاد anything that moves اي جسم بتحرك ايه نوع الحركة اللي بتكون او النوع الانرجي اللي في بتكون mechanical energy بيسمه باسم mechanical energy طيب as the energy produced from زي الانرجي اللي تطلع فين او بتكون موجودة فين الفان المروحة الساعة اللي بعقارب يعني ساعة دي مش فيها عقارب بتتحرك يبقى اي نوع energy فيها mechanical energy طب ال chemical energy طبعا يا ولاد زي energy stored in food الطاقة اللي متخزنة في الاكل في الباتري البطارية تقولي يا مستر زي البطارية chemical ايوم هي فيها chemical substance ما هي فيها مواد كيميائية جواها ولاد هي بتتفعل مع بعضها عشان تديك الكهرباء يبقى ال chemical energy موجودة فين food battery objects operated by batteries such as clock and cell phone طبعا البطارية بتاعت التليفون كل الحاجات دي فيها chemical energy في ايه كمان في حاجة اسمها thermal energy anything that gives heat اي حاجة تديني حرارة زي مثلا الايلكتريك هيتر الدفاية زي مثلا الماتشز اللي هو عودي كابريت دي الدفاية الكهرباء زي ما انتشايفين ايه نوع الهيت او ال energy اللي بتطلع منها heat energy نكمل في كمان light energy anything that gives بتاع المدرسة بتاع المدرسة التلفزيون كل ده يوزي الكتريستي تو بي و او بريتد عشان يشتغل في كمان اولاد الساوند انرجي اميثين جدد بريدوزي ساوند از انرجي بريدوزي فروم ميوزي كالانسترومان تمام الاجهزة الكهربائية الريديو الريديو والالارم بل طبعا ان هو الجرس بتاع الانزار خلي بالك ده كده some objects use or contain different forms of energy such as electric lamp give light energy and thermal energy يعني يا مستر يعني ممكن في حاجة واحدة تديك اكتر من انرجي اولاد زي الالكتريك لام بدي اولا هي بتاخد الالكتريستي وبتديك ايه بتديني light وبتديني كمان heat لو انا جيت لمس اللمبة دي بقى اياها سحنة جدا صح كده طيب تعالوا نشوف كده مع بعض washing machine produces اي انرجي الغسالة تقول يا مستر اكيد بتديني mechanical energy بتتحرك هادي نمبر ون electric belt produces ايه مستر ده الجرس اكيد بيطلع لي sound هي بعد هي نمبر تو ايه نمبر ثري electric iron produces اليه المكوى يا اولاد بتنتج ايه بتقول لي يا مستر بتديني thermal طبعا heat heat energy هادي نمبر ثري انتوا بتعملوا لي فور وفايف في بتاعكم في التعليقات تكتبوها لي يا اولاد وبقى اسمائكم كده عشان انا بعرفكم ايه الاكل بيخزن اكيد انتوا جاوبتو اما التلفزيون بيطلع لك ايه وايه ممكن ما استخدم حاجة تانية من هنا التلفزيون بيطلع لي اكيد ايه وايه كمان بكده احنا خلصنا ولاد الجزء الباقي من الدرس بتاعنا اه خلصنا البارت نمبر تو اه من لسن وان كونسبت نمبر تو يونت تو برضو طبعا يعني ربنا انكو على كل العروين دي اه اشوفكم ان شاء الله على خير اه بعد لسن نمبر تو وكل توفيليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته